اعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا عن تقديره واعتزازه بالمساعي والجهود الموفقة التي تقوم بها السلطة التشريعية في القيام بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية وحرصها على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي من منطلق التزامها الدستوري الأصيل في خدمة الوطن والمواطنين وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة والتي دشنها ميثاق العمل الوطني جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدة في قصر الاسخير يوم أمس معالي السيد أحمد بن براهيم المل رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدة خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع كما أعرب عن خالص التهنئة والتبريك وأطيب التمنيات للعاهل المفدة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لمثاق العمل الوطني دعين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على جلالته بوفر الصحة والسعادة وعلى الوطن الغالب العزة والرقي والتطور وقد أعرب جلالة الملك المفدة عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهما وجهودهما الصادقة في خدمة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء البحرين والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات وقال جلالة حفظه الله أن البحرين أثبتت أنها متحدة بفضل تكاتفنا ويحق لنا أن نفخر بتجربتنا البحرينية الخالصة وأن نفخر بالكفاءات البحرينية التي تجعلنا على ثقة واطمئنان بمستقبل البحرين وتقدمها وقد أعرب جلالة الملك المفدة عن شكره وتقديره للمشاعر الوطنية التي أبداها المواطنون الكرام أثناء احتفالات البحرين بالذكرى الخامسة عشرة لمثاق العمل الوطني وأكد العاهل المفدة أن مملكة البحرين ماضية بعون من الله لتحقيق المزيد من التنمية وتعميق أسس المواطن القائمة على العدالة والمساوى وتكافؤ الفرس كما أكد جلالة حفظه الله أهمية مواصلة العمل لمزيد من التعاون المثمر بين السلطات لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والرخاء للبحرين وأبنائها الكرام وأشهد جلالة الملك المفدة بما تضمنه رد مجلسي أنواب والشورى من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية لمواصلة مسيرة الوطن المباركة وقد أكد جلالته أن مملكة البحرين ستبقى بمشيئة الله دائما بلد الخير والتعاون والتآخ بين الجميع متمسكة بدورها الإنساني منفتحة بإرثها الحضاري على العالم كما تترق اللقاء إلى القضايا التي تخص شأن المحلي وتخدم الوطن والمواطن وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره وصولا إلى الأهداف والتطلعات المنشودة في مسيرتنا الوطنية مشيرا العاهل المفدة إلى ما تمر به المنطقة من ظروف أمنية واقتصادية دقيقة تتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهة متطلبات هذه المرحلة وما تفرضه من تحديات ومعربا صاحب الجلالة عن تمنياته للسلطة التشريعية بمجلسيها رئيسا وأعضاء كل التوفيق في تحمل هذه المسؤولية الوطنية وقد جاء في رد مجلس أنواب على الخطاب الملكي السامي أن الخطاب يعد سبيلا ونبراسا يغطي مختلف جوانب العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين حيث جاء ليرسم ملامح المرحلة القادمة من العمل الوطني والمسيرة الديمقراطية التي أرسيت في ظل قيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كما أعربوا عن خالص التهنئة والتبريك وأطيب التمنيات للعاهل المفدى بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لمثاق العمل الوطني دعين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على جلالته بوفر الصحة والسعادة وعلى الوطن الغالب العزة والرقي والتطور وقد أكد العاهل المفدى أن مملكة البحرين ماضية بعون من الله لتحقيق المزيد من التنمية وتعميق أسس المواطن القائمة على العدالة والمساوى وتكافؤ الفرس من جنب عبر مجلس الشورى عن اعتزازه بما تضمنه خطاب جلالة الملك المفدى من تقدير لجهود السلطة التشريعية في مزاولة دورها الرقابي والتشريعي وسط مناخ ديمقراطي فاعل لافتا إلى أن مثاق العمل الوطني يعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وأنموذجا يحتذا به في تطبيق الديمقراطية وفق أصولها العريقة وعبر مجلس الشورى عن إيمانه الراسخ وثقته بأن تعامل جلالة الملك المفدى لمواجهة ما يحاك للبحرين من مؤامرات وأعمال إرهابية وشغب وتخريب له التعامل الحصيف الذي صد تلك المؤامرات وحقق لمملكة البحرين الأمن والاستقرار بفضل قيادته الحكيمة وبفضل وعي شعب البحرين الوفي ورفضه لتلك الأعمال البعيدة عن قيمه وموروثه الحضارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة